صنع المحتوى الهابط ما كان ليسمع بهم العراقيون وما كانوا ليتصدروا المشهد لولا عملية التدمير المجتمعي الممنهج التي هندسها الاحتلال ونفذتها أدواته في العملية السياسية حتى أسهم هؤلاء في تغييب عقول الشباب عن واقعهم المزري على كافة المستويات أكثر من يخدم أجندات الأحزاب هم من يسمون صناع المحتوى الهابط فلماذا بدأت عمليات ملاحقتهم بحسب القوانين الأخيرة المتعلقة بتنظيم المحتوى الرقمي وفرض قيود على صانعه الأمر كما تؤكد مراصد حقوقية وخبراء قانونيون يتعلق بتقييد الحريات العامة وملاحقة كل من ينتقد الحكومة تحت عنوان فطفاض يحمل صناع المحتوى الهابط دون وجود تفاصيل عن شكل المحتوى الذي يمكن وصفه بالهابط المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أعرب عن قلقه إزاء احتجاز وإدانة السلطات عددا من صناع المحتوى على خلفية تهم فطفاضة لا تبرر تقييد الحقوق الدستورية للأفراد مبينا أن القضاء أصدر أحكاما بالسجن بحق ستة من صناع المحتوى لمدد تراوحت بين ستة أشهر وسنتين المرصد الأورو متوسطي راجع محتوى عدد ممن تمت ملاحقتهم لكنه لم يجد ما يبرر الإدانات المنسوبة إليهم وإنما تحمل هذه المحتويات نقدا ساخرا للسلطة وأحزابها ويبدو أن ذلك هو السبب في ملاحقته هؤلاء الحملة على صناع المحتوى تحت ذرائع ليس لها مستندات واضحة تقود بالنهاية إلى تقييد الحريات العامة في البلاد وتجريم انتقاد الأفراد المسؤولين أو مؤسسات الدولة وشرعانة محاكمة النشطاء السياسيين إضافة إلى ذلك احتمالية استخدام تبلغات المحتوى لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين خصوصا بعد أن امتدت الحملة لتشمل ما وصفت بالإساءة للعاملين بمؤسسات الدولة